بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه يا ربي تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض وصفة حلوة جداً جداً للشعر وكمان وصفة سهلة وبسيطة وصفتي النهاردة بمكون واحد بس وموجودة عندنا في البيت وكمان لو مش موجود بسهولة جداً ممكن تجي بيه من عند العطار وكمان سعره مش غالي المكون زا ما احنا شايفين كلنا يا بنات هو القرنفل أو في بعض الدول بيقولوا عليه المصمار القرنفل حلو جداً جداً للشعر أول حاجة بيطول الشعر وبيتقلوا وكمان لو عندك صلع أو عندك فراغات بيعالجها وكمان بيعالج القشرة وكمان بدي لمعان وريحة حلوة جداً للشعر وكمان يعني مش هقول لكم قد إيه مغزي جداً للناس اللي عندها فراغات من قدامه بتبقى مدايقاها جداً مع استمرار استخدام القرنفل للشعر هتشوف تغير حلو جداً ويعني هتبقى مبسوطة جداً جداً من الوصفة يلا نشوف هنعمل إيه في الوصفة وإزاي هنستخدمها أول حاجة يا بنات هنجيب معانا براد أو حلق أي حاجة كسرولة أي حاجة هنغلي فيها القرنفل مع المية زي ما احنا شايفين كده هاخد معلقة واحدة بس من القرنفل على كوبية من المية لو عايزة ضعف الكمية دي حاجة ترجعلك زي ما احنا شايفين كده يا بنات ده شكل القرنفل من قريب عشان تشوفيه وتعرفي شكله عامل إزاي هحطه عندي كده في البراد وكوبية من المية زي ما احنا شايفين كده مجه ها هضيفه على الخليط وهاخده كده أرفعه على النار وخليه يغلي حوالي عشر دقايق لحدة ما تحسي إن لون المية خلاص إغماء وتغير معك يلا نروح ونغلي القرنفل مع المية سوا زي ما احنا شايفين كده يا بنات القرنفل بيغلي معانا عن نار وكمان المية بدأت تغماء هسيبه بقى كده لحدة ما يغلي كمان شوية وهوري لكم شكله بيبقى عامل إزاي خلاص يا بنات كده أنا حطيت القرنفل في الكوبية بعد ما غيله وزا ما احنا شايفين بقى بالشكل ده أو باللون ده هنعمل إيه بقى؟ أول حاجة بتسبيه كده بعد ما يبرد تحطيه في الكوبية وتغطيه وتسبيه كده للصبح ليلة كاملة وبعد كده لو عندك بخاخ تقومي حطه فيه مصفيه وحطه في البخاخة وازاي بنستخدمه هقولك دلوقتي بعد ما بتغسيلي شعرت بالشامبو وتناشي فيه كويس بتاخدي البخاخة اللي انت صفيت فيها القرنفل وبتبدأي تبخي بيها على شعرك زي ما قلت لك يا بنات حلو جدا هيدي لمعان حلو جدا للشعر وكمان مغزي الفروة الشعر وبيشيل القشرة غير انه هو بيعالج الصلع والتساقط وهيعملك كمان تتقيل لشعرك هيبقى شعرك حلو جدا 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 جرب الوصفة دي مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع بجد تحفة يا بنات مش هتستغني عنها أبدا أبدا وإن شاء الله هتدعيلي وتشكريني عليها وكمان القرنف الرخيص مش غالي بمكون واحد هتغيري شعرك 180 درجة بجد وصفة حلوة تستغني لن احنا نجربها وما تنسيش لو الفيديو عجبك اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس واعملي اللايك للفيديو واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم